تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة المالك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب يشهد أستاذ البحرين الوطني مباراة ودية بين نادي قرطبة الإسباني ونادي الرفاع البحريني يوم غاد الأثنين في إطار المعسكر التدريبي الذي يقيمه نادي قرطبة في مملكة البحرين وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن خوض قرطبة الإسباني مباريات ودية في المملكة والاطلاع على المنشآت الرياضية والخبرات التي تمتلكها الأندية البحرينية يأتي في إطار تبادل التعاون بين النادي الإسباني والأندية البحرينية وكسب المزيد من الخبرات المتبادلة بين جميع الأطراف وضف سموه أن إقامة قرطبة الإسباني معسكرا في المملكة يؤكد أهمية استغلال الأحداث الرياضية في الترويج لمملكة البحرين والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 خصوصا أن النادي الإسباني قام بزيارات عديدة إلى الأماكن السياحية والتراثية والتجارية في مملكة البحرين متمن يسموه التوفيق لقرطبة والرفاع في تحقيق كامل الأهداف خلال المباراة الودية المقبلة